موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم ثلاثة مسارات للتحركات الرمية إلى إقرار قانون للانتخاب الأول مشروع الرئيس نبي بري في النسبية واعتماد الدوائر المتوسطة الثاني إصرار الوزير جبران باسيل على مشروعه في التأهيل والنسبية مع مجلس الشيوخ الثالث استعمال رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية إذا وصل البلد في التاسع عشر من حزيران إلى الفراغ وإلى هذا الشأن ينعقد مجلس الوزراء في سرايا الحكومية غدا لدرس جدول عمل حافل لكن بعيدا من النقاط الحساسة إلا أن هناك بحثا في جلسة لمجلس الوزراء قد تكون يوم الجمعة المقبل قبل سفر الرئيس الحرير إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستدفع الوضع في المنطقة إلى مرحلة جديدة وفيما تردد أن رئيس الجمهورية العماد عوني يدرس تلبية دعوتين لزيارتين إلى موسكو وطهران لم يصدر أي تأكيد رئاسي حيال ذلك وفي الخارج مؤتمر جديد في جناف حول الحلول الممكنة للأزمة السورية على وقع حض متجدد من الرئيس الأمريكي للجيش الروسي لشن حرب دون هوادة مع الإرهاب في سوريا وفي فرنسا تأكيد رئاسي على أهمية تجديد التحالف في الاتحاد الأوروبي وولوج مرحلة التغيير في السياسة حيال أزمات العالم عود إلى الوضع المحلي لنشير إلى أن النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصان فارس نقل عن الرئيس عون تفاؤله وشدد على أن لبنان أأمن بلد بالعالم أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصان فارس أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون متفائل بالوصول إلى حلول قريبة بالنسبة إلى قانون الانتخابات النيابية الجديد على رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان ووصف الرئيس فارس لبنان بأكثر البلدان أمانا في العالم بحسب تصريحه بعد لقائه ونجليه إنجاد وفارس الرئيس عون في قصر بعبدة حيث كان عرض للتطورات السياسية والأوضاع كما تطرق البحث إلى التطورات الإقليمية والدولية في ضوء الاتصالات التي يجريها فارس مع عدد من المسؤولين الدوليين لبنان أأمن بلد بالعالم اليوم نحن نسافر كتير ونبرم كتير وكل الوقت في حزر إلا لبنان الله يديما نعم علينا هذه الأمور الأمنية المكموشة طبيعة فخمت الرئيس هي تفائلية دايما والأمور أنه ماشي للحلول لكن تجاذبات موجودة وهذه كلنا عصرناها وعشنا بظروفها لكن بالنتيجة وكانوا يجبات محلولات القانون والانتخابات التي كانوا خلوهم متل مهوة التي نعملها غلط سنة الألفين الرئيس عون عرض مع الوزير السابق زياد بارود الأوضاع والاتصالات القائمة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات ولدور رئيس الجمهورية في هذا المجال كما تناول البحث موضوع اللامركزية الإدارية والصياغ القانونية التي وضعت لاعتمادها وفي قصر بعبد نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت مع وفد من أعضاء مجلس النقابة بمناسبة الانتخابات النقابية التي حصلت تابت أكد على دور النقابة على الصعيدين الوطني والمهني ومدى مساهمتها في مسيرة الإصلاح التي بدأت في عهد الرئيس عون ووضع إمكانات النقابة بتصرف الدولة للمساهمة في تقديم الدراسات والاقتراحات في المسائل التي يجري العمل لوضعها موضع التنفيذ الرئيس عون أشار إلى دور المهندسين في المجالات كافة خصوصا في مواكبة مسيرة الإصلاح التي بدأها رئيس الجمهورية والحكومة ومسألة مكافحة الفساد ووقف الهدر في المال العام وأكد الرئيس عون أن العملية الإصلاحية ليست مقتصرة على مؤسسات الدولة فحسب بل تتطلب تعاونا وطنيا شاملا وتداول الرئيس عون مع النقيب تابت والوفد في مطالب أحالها رئيس الجمهورية إلى الجهات المعنية لمتابعتها وفد من بلدة رومي المتن الشمالي ضم رئيس البلدية عادل بوحبيب ومديري المدارس والمستشفى الحكومي والجامعة اللبنانية في البلدة نقلوا إلى رئيس الجمهورية عددا من المطالب التي تهم أبناء المنطقة والمقيمين فيها ومنها معالجة وضع طريق لجديد سجن رومي بيت ميري برمانا لجهة تسهيل سلوكها للدخول إلى البلدة إضافة إلى تسفيت وإنارة الشوارع والطرق المؤدية إلى رومي وقد أبدى الرئيس عون اهتمامه بمطالب وفد فعليات بلدة رومي وأوعز إلى المعنيين بمتابعتها مع الدوائر والأجهزة المختصة الرئيس بري أكد أنه مرتاح لعمليات التفاوض على قانون الانتخاب والرئيس ميقاتي نقل عن الرئيس بري أنه ينتظر الأجوبة على اجتماع الأحد فيما النائب حرب يرى أننا بحاجة إلى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية لفتح دورة استثنائية لتفادي الفراغ وإعطاء مهلة إضافية حتى التاسع عشر من حزيرا قانون الانتخاب حضر في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس ناجيب ميقاتي الذي أكد أن الأجواء لدى الرئيس بري إيجابية ناقلا عن رئيس المجلس أنه ينتظر الأجوبة على اجتماع الأحد آملا أن تكون إيجابية لتجري الانتخابات النيابية الرئيس ميقاتي أكد أن الفرصة متاحة للسير بمشروع حكومتنا على النسبية الكاملة إذا كان هناك نوايا للوصول إلى حل أطلعت دولة الرئيس أنه بالأساس المشروع اللي ورد على مجلس وزراء كان مقلف من عدة خيارات فخيار عشر دوائع خيار 11 دائرة 12 دائرة ثلاث خيارات على 13 وخيار على 14 ونحن مجلس وزراء اخترنا خيار سابع هو 13 بغير تقسيم اللي وردنا 13 فقلت له هذا الموضوع في مجال أنه ينظر فيه بطريقة إيجابية إذا حقيقة بدنا نوصل لحل الرئيس بر التقى النائب بطرس حرب الذي رأى أن مجلس الوزراء تعطل لجهة البحث في قانون الانتخابات مشيرا إلى أن مجلس النواب أيضا شبه معطل عن أداء دوره وأضاف بطنة بحاجة إلى مرسوم يصدره رئيس الجمهورية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتفادي الفراغ وإعطاء مهلة إضافية حتى 19 حزيران المقبل اليوم الأمل لا يزال موجود وإذا لم يتتوصل القوى السياسية التي هي معنية بهذا الأمر أو التي هي وضع يبدأ على هذا الأمر قبل المجلس النواب إذا لم يتوصلوا إلى صيغة قبل نهاية الدورة في مراهنة على أنه فخام الرئيس الجمهورية بيفتح دورة استثنائية وأنه بيستمر البحث حتى 19 حزيران الكارسي تحصل أو الخطر الكبير يحصل إذا وصلنا 19 حزيران ولم تتوصل القوى السياسية في مجلس وزراء وفي مجلس نواب إلى اتفاق على مشروع قانون موحد يمكن أن نتفق عليه وكان الرئيس بر قد التقى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عيسان فارس وتم عرض لآخر المسجدات على الساحة المحلية لسيما قانون الانتخابات الرئيس بر أكد أمام الوفد بأن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين من جهته الوزير بسيسو وضع الرئيس بر في أجواء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداءات على الشعب الفلسطيني مثنيان على الدور الذي يلعبه الرئيس بر من أجل نصرة القضية الفلسطينية في الصراع الحكومي مؤتمر حول السياحة الدينية والرئيس الحريري يؤكد أن لبنان المعروف بأنه أرض قداسة والتقاء واديان يجب أن يأخذ حصته من السياحة الثقافية الدينية لأنها تزيد النمو الاقتصادي وتجدد فرص عمل رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن مشروع السياحة الثقافية الدينية يساهم في السياحة المستدامة على مدار السنة مشيرا إلى أن لبنان هو مكان العيش الوحيد بين الأديان كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته في السراي إطلق المرحلة الأولى من مشروع السياحة الثقافية الدينية في حضور شخصيات دينية وديبلوماسية ودائما كنفكر أنه لبنان المعروف بأنه أرض قداسة وأرض التقاء الأديان لازم يعرف يأخذ حصته من هالسياحة بالعالم يلي بتساهم بزيادة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للشباب خاصة وبوقت الموضة بالعالم وببعض المنطقة تركيز على الصراع المزعوم بين المسلمين والمسيحيين والصدام الموهوم بين المسيحية والإسلام هذا المشروع يقول بكل اختصار للبنانيين وللعالم لبنان هو الدليل أنه ما في صراع وما في صدام وكلنا بشر وكلنا مؤمنين وزير السياحة وديسك دانيان أشار إلى أن لبنان يؤكد مرة أخرى أنه رمز للتعايش القائم على احترام معتقدات الآخر وتراثه وثقافته السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي اعتبر أن هذا العمل هو رسالة تقول أن لبنان معلم سياحي لابد أن يتم التعارف عليه وهو بحاجة إلى استكشافه منصقة المشروع رولا العجو السيداني وجهت الحضور نحو الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع سيكرد لبنون مشيرة إلى أنه يمكن للمستخدم العبور بالزمن كما يقدم الموقع رزمة كامز الرائجة في العالم التي لا تحتاج إلى الإنترنت وفي المناسبة عرض لفيلم ترويجي احتفاء بتنوعنا وكان الحفل استهل بالنشدين الوطنيين اللبناني والإيطالي وأغنية خاصة من قبل جوقة بيروت ترنم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وبعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الربي تحدث بإسهاب عن خطط الكهرباء بعدما تناول الاتصالات القائمة للوصول إلى قانون انتخاب باسيل رأى أنه لم يبقى الآن من الأوراق المقترحة سوى الطرح تأهيلي تصحيح التمثيل المسيحي في قانون الانتخاب اسمه ميثاقية وليس طائفية الكلام لوزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع التكتل في الرابية حيث أسف باسيل لما قيل عن إسقاط طرح مجلس الشيوخ مؤكدا أن مشروع قانون التأهيلي هو القائم حتى إيجاد البديل وبيظل رفضنا نحن لا التمديد ولا الستين ولا الفراغ ورفض كل اللبنانيين على هذا الشي معناتها اليوم ما بقى عنا شي متفقين عليه في الاتفاق عليه إلا نرجع لطرحنا الأساسي الأورتوديكسي ومبارحة السيد حسن أكد أنه هو مع الأورتوديكسي بالأسف طيار المستقبل مش معه معناتها ما عنده الحظوظ الكاملة التأهيلة بيجي من بعده حزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطن الحر مأكدين موفقتهم عليه أطراف تانية مأكدة عدم ممانعتها وفي ملف الكهرباء لفت باسيل إلى أننا أقمنا محاكمة لوزير الطاقة ونحن اليوم نشتري كهرباء بعد عرقلة بناء المعامل في السابق وقانون مؤسسة كهرباء لبنان يؤكد أن المناقصات تجري في المؤسسة وليس في دائرة المناقصات وقبل أن ينهي أي شيء اتهموه بسرقة 800 مليون دولار كوميسيون بعد ما انفضت المناقصة بعد ما طلعت على مجلس الوزراء واليوم صرنا كل اللبنانية شو قصة 800 مليون دولار مكونات سعر الكهرباء هي ثلاثة هذا البس اللي بدون يطلع عليه اللبنانيين أول شيء إذا نحن عم نجيب هالكهرباء أرخص من الكلفة اللي هي على المواطن بسعر الموتور اتنين وهو هيك بهذا السؤال جاوب الوزير أنه إيه أرخص بخمسين بالمية السؤال الثاني إذا نحن عم نجيب هالكهرباء أرخص مما عم بتكلف الدولة الكهرباء جايبين وسيلة بتكلف أكتر جاوب وزير المال أنه أرخص بسبعة بالمية من كلفة كهرباء لبنان وأنه أرخص بعشرين بالمية تقريبا من كلفة الكهرباء اللي عم نجيبها من سوريا السؤال الثالث والمهم هل هالكهرباء اللي عم نجيبها نحن هي أغلى من الكهرباء اللي حقها بالعالم بيجيبها واحد بيستأجرها من بواخر خدنا غانا لأنه أعطيوها مثل أنه أغلى أكد لنا وزير الطاقة أنه جايب الطلع على السعر الرسمي وأرخص طلع عنا بخمسة عشر بالمية تقريبا من ما عم يشتروها بقانف كتلة المستقبل النيابية لفت في اجتماعها عدم إعلان موقف من مسار قانون الانتخاب وقد تطرقت إلى تسلم الجيش اللبناني نقاط الحدود الشرقية ورأت أن على الدولة إعادة الانتشار على كامل هذه الحدود وأعلنت الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بيان كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي اكتفى بالتطرق إلى تسلم الجيش اللبناني نقاط الحدود الشرقية ورأت أن على الدولة إعادة الانتشار والتمركز على كامل الحدود الشرقية المستقبل ركزت على أهمية مفاعل تطبيق القرار الدولي 1101 كما على تكثيف العمل والجهود والمواقف المتعلقة بتعزيز سيادة الدولة اللبنانية بكل قواها ومؤسساتها وشددت على أهمية عودة أهالي الطفيل في الحدود اللبنانية الشرقية النائب قادم الخير أكد في ذكرى نكبة فلسطين وقوف الكتلة إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار في توسيع عمليات الاستطان والتمهيد لأعمال الترانسفير السكاني وتصفية القضية الفلسطينية برمتها في هذه المناسبة تتوجه الكتلة بالتحية إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المستمرين في إضرابهم عن الطعام لتذكير العالم بحقهم ووجودهم وهم الذين يعيدون التأكيد على أن الإرادة الفلسطينية ثابتة في التمسك بالنضال لاستعادة الحقوق المختصبة وفي مقدمها حق العودة وعلى أساس الحل السياسي المشرف للمبادرة العربية للسلام والقاضية بإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس على الحدود العام 1967 كتلة المستقبل رفضت السلاح المتفلت وإطلاق النار العشوائي الذي يودي بالضحية تلو الضحية كل يوم وأهابت بالدولة اتخاذ المسؤوليات رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل دعا إلى احترام عقول اللبنانيين مع الحديث عن تعديلات دستورية خصوصا أننا نتحدث عن انتخابات وليس عن تسوية أضاف أن الوقاحة وصلت إلى حد تقاسم السلطة دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل الطبقة السياسية إلى احترام عقل الشعب اللبناني رافضا مقولة الاتفاق على قانون يردي كل الأطراف لأن القانون يجب أن يردي الشعب اللبناني لافتا إلى أن السلطة الحالية تقوم بصفقة وتسوية لتقاسم السلطة للسنوات المقبلة نفتح اليوم كل التلفزيونات جملة وحدة عم نحاول نتفق على قانون يناسب جميع الأطراف بفتكر مضيعين قانون انتخابات هدفه يناسب الشعب اللبناني وقدرته على التغيير مش يناسبكم نحن عم نحكي عن انتخابات مش عم نحكي عن تسوية انتو عم تحكوا عن تسوية انتخابية بدكن تتفقوا على نتيج انتخابات سلف قبل الانتخابات نحن عم نحكي عن انتخابات عن حق الشعب اللبناني بطقرير ممثلينه وطقرير مصيره رئيس الكتائب شدد على طروحات الحزب الانتخابية وهي المعتمدة عالميا لحسن التمثيل وكل ما عدا ذلك هو تركيب طربيش على حد تعبيره الجميل دعا للعودة الى الدستور الذي اعطى الحلول لكل المشاكل وقت اطرحنا النسبية بخمسة عشر دائرة من شهر ذكرناهن انه هيدا شي متفق عليه ببكركة قال هيدا جريمي بحق المسيحيين اليوم كله عم بيرجع يناقشها تبخي لين بيرحكين الجريمة واليوم عم تناقشوها نحن اليوم في مصير بلد بالداء عنا مليون ونص نازح عنا الشعب اللبناني عم بيفقر عنا ناس عاطلة عن العمل عنا الشباب عم تفقد الأمل بلبنان وعم بتهجر من لبنان عنا استحاقات مصيرية لمستقبل لبنان ما بيحق لكم تتعاطوا معنا بهذه الخفة نحن اليوم أمام أسبوعين من انتهاء ولاية مجلس النواب نحن متجهين إلى خيارات سيئة ما عملتوا شيء بعدكن عم تستخبوا فينا خلاص خلاص كما أشار الجميل إلى أن الحكومة الحالية فشلت ونحن اليوم نقيص مستوى الفشل والشعب اللبناني سيحاسب اشتركوا في القناة في ساحة النجم اجتماع للجنة المال التي وافقت على عدد من المواد الضريبية وتحفظت عن بعضها نوال الأشقر لجنة المال والموازنة تبعت درس مشروع الموازنة بمشاركة وزير المال علي حسن خليل وأقرات عددا من المواد الضريبية وتحفظت على زيادة الدرائب على الأبلاك المبنية وتهريب بعض المواد في متن الموازنة بحسب البيان الصادر عن اللجنة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أوضح أن التحافظة النيابية على بعض البنود الضريبية يأتي انسجاماً مع توصية لجنة المال عام 2010 النائب روبير غانم حول سؤاله للحكومة حول كلفة استقدام البواخر والجدوى منها إلى استجواب قداش كلفت هذه البواخر من وقت اللي جيبوها حتى اليوم اتنين إذا هالبواخر كانت عم تعطي الموجي بيتا عم تنفز موجي بيتا يعني عم تعطي الكهرباء اللي كان مطلوب منها تعطيه ومين أشرف عمل رئابي على هذا الموضوع خاصة أنه هالبواخر كانوا بباكستان من 2010 حجزوهم لل2012 بقرار من المحكمة بأنهم كانوا عم بيزعبروا أنا باعتقد أنه كان مفروض بمجلس الوزراء ولازم يكون عملها قبل ما يقبل مبدأ استجلاب بواخر جديدي أنه يعرف شو كلفتنا هذه البواخر فرعية رجلة الإدارة والعادل برئاسة النائب روبير غانم التقت وفداً سويسرياً برئاسة الرئيس السويسري السابق باسكال كوشفان بهدف الاستفادة من التجربة السويسرية في نظام اللامركزية الإدارية رئيس مجلس الوزراء سعد الحرير التقى المدير العام للإنروا وبحث معه في عمل الإنروا في لبنان وفي بيت الوسط عرض رئيس الحكومة العلاقات اللبنانية النمسوية مع سفير النمسا كذلك التقى رئيس الحرير وفداً تجارياً باكستانياً في إطار الترويج للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الرئيس تمام السلام التقى في دارته بلومصيدبي سفير دولة الإمارات حمد سعيد الشامسي وقد تم عرض التطورات في لبنان والمنطقة كذلك التقى سلام النائب غازي العريض وجرى عرض للأوضاع والتطورات ومن زوار الرئيس السلام رئيس عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار الأيتام الإسلامية الدكتور فاروق جبر ومدير عام المؤسسات الوزير السابق خالي قباني اللذين وجه إليه دعوة لحضور إفطار المؤسسات ب13 حزيران المقبل في ليبيال في بكركي البطريارك الراعي التقى نائب بطرس حرب وكان الراعي قد التقى أيضاً وزير ثقافة الفلسطيني الذي وضع الراعي في أجواء الاتصالات الدولية من أجل تثبيت الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين بطرارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي التقى وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور إيهاب بسيسو الذي شدد على أنه من المهم التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية وأهمية الوجود الفلسطيني مسيحياً وإسلامياً والسياسات التي يتبعها وينتهجها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تفتيت الصمود الوطني في القدس كما أطلعنا صاحب الغبطة على الجهود الفلسطينية وجهود القيادة الفلسطينية على كافة المستويات العربية والدولية الراعي التقى النائب بطرس حرب يرافقه ابن شقيقه الجو وشكره على موساته لهم بفقدان المرحوم الشيخ أنطوان حرب ومن الزوار أيضاً وفد من مؤسسة بيت مارتسو للدراسات السوريانية ثم مدير عام مؤسسة فارس العميد وليام مجلي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف داريان التقى القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح؟ برعاية رئيس الجمهورية وبدعوة من قائد الجيش العميد جو ظفعون وحضور ممثل رئيس الحكومة جمال الجراح افتتح المؤتمر الإقليمي السابع بعنوان تناقضات الصراع والتحول في العالم العربي والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش ويستمر حتى الخميس المقبل وقد ألقى الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت كلمة أثنى فيها على جهود الجيش اللبناني وخبرته في العمل العسكري إذا كانت القوى العربية المشتركة مازالت هدفا لم يترجم بعد إلى واقع فلا أقل من مضاعفة التنسيق العسكري بين الدول العربية على مستويات ثنائية فهذا هو السبيل لتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها العملياتية من خلال المناورات والتدريبات المشتركة وأيضا عبر تعميم أفضل للمعرسات والتصويب الأخطاء والاستفادة من التجارب على مستوى الدول العربية التي تواجه تهديدات متشابهة في طبيعتها المفتر راحل حسن خالد في ذكراه لمحة عن مسيرته الوطنية والدينية والاجتماعية بيير البيع خير ما نملكه هو أملنا بأننا لم ننتهي وأن لبنان لن ينتهي وأن هذا الواقع لن يدوم وأن اللبنانيين جميعا يعملون بكل ما يملكون بكل طاقاتهم للخروج منها بالأزمة وأعتقد أنهم واصلون يوما ما قريبا أو بعيدا وأظن أنه ليس بعيدا كثيرا ليست الشرقية من يقصف الغربية وليست الغربية من يقصف الشرقية بل هناك غرباء يعملون على وتر الفتنة كلام مدون لرجل قال الحق والحقيقة في الزمن الصعب فكان قدره الاستشهاد دفاعا عن العدل في وطن استشهدت فيه العدالة المفتي الشيخ حسن خالد وبالرغم من مرور السنوات لا يزال يذكر مع قوافل الأبطال الشهداء الذين اختيلوا لأنهم أرادوا أن يبقوا أواصر الاتصال واللحمة موجودة بين اللبنانيين وفي هذا الإطار كشفت مصادر كنسية خلال السنوات القليلة الماضية أن المفتي الشهيد كان يعد وبشكل سري في الأيام الأخيرة من حياته لقاءا مع البطريار قصفير يكون مقدمة لوحدة وطنية جامعة ترفض منطق الغرباء الذين اعتمدوا سياسة فرق تسد على مدى سنوات ولكن يد الإجرام كانت أقوى من الطلاق ونارهم أحرقت اللقاء فاتشحت بيروت بجناحيها بالسواد وخسر الوطن ركنا من أركان بنيانه وسلامه المنتظر المفتي الذي قيل أنه تعرض للعديد من التهديدات لمواقفه الواضحة ورفضه للجرائم التي كانت ترتكب لم يرضخ وهو صاحب العبارة الشهيرة ليقتلوني إذا أرادوا ولكن لماذا قصف الأبرياء والأمينين بعد مرور السنين هل ينصف المفتي الشهيد الذي رفض الخضوع في زمن الخنوع وهل يقول القضاء يوما ما كلمته المحقة في هذا الملف لرجل أقل ما يقال فيه أنه استقلالي إنساني تفتقد الساحة الوطنية لأمثاله أوليس هو أيضا من عمد استقلالنا الثاني بدمائه وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس تناول التطورات مع الوزير السابق فريد هيكل الخازن وبحث في أمور إنمائية مع النائب إصفندويه وتبع شؤون خدماتية مع وفد بلدية حردين برئاسة باخس عصاف والتقى لجنة مهرجانات جوني برئاسة السيدة زينفرام مزيد من الأخبار المحلية في شريط الآتي جال وزير الصحة غسان حصباني على عدد من مصنع الأدوية في منطقات أشوف والجولة انطلقت من مصنع أروان في جدرة في أقليم الخروب حيث كان في استقباله مدير المصنع ووضعها وصل إلى شركة الأمصال اللبنانية في شويفيت حيث جال في أرجائها واستمع لشرح القيمين عليها زار الوزير معين المرع بمدينة سور والتقى عدد من الفعاليات البلدية واستمع إلى ما تعانيه المدينة نتيجة النزوح السوري إليها تفقد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مطار رفيق الحرير الدولي وجل على أقسام دائرة الأمن العام واستمع في اجتماع خاص مع الضباط للحاجيات وسير التدابير الأمنية المتخذة على صعيد آخر استقبل لواء إبراهيم اليوم قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب مايكل باري النائبة بهي الحريري طلقت عددا من الأساتذة ومدراء المدارس في صيدة ضمن الشبكة المدرسية منوهة بالعمل الذي تقوم به المدارس الرسمية ما أدى إلى تغيير النظر والمفهوم لهذه المدارس تطرق النائب السابق أسامة سعد في مؤتمر صحفي في صيدة إلى موضوع الكهرباء متهما السلطة بالتقصير في هذا القطاع وتدفيع الناس الأموال التي نهبت من قبل الأزلام والحاشية على حد تعبيره استقبل شيخ عقل طائفة الموحدة دروزة الشيخ نعيم حسن وفضا فلسطينيا وكانت دعوة إلى التكاتف كما التقى سماحتها الوزير السابق خالد قباني ورئيس البيت الدرزي في البرازيل كامل عزام وضع المفتدريان والوزير نهاد المشنوق والنائب عمار حوري أكاليل من الزهر على ريح مفتد جمهورية اللبنانية الشهيد الشيخ حسن خالد في ذكرى اختياله وقرأ الفاتحة على روحه وركزت الكلمات على أن الشهيد قال كلمة الحق في حياته وهو الوطني الذي مارس الوطنية والإنسانية بأبهى صورها تستمر القوات العراقية المشتركة في التقدم على داعش نحو مدينة القيروان غرب الموصل من أجل تأمين المنطقة الحدودية مع سوريا وفي الملف السوري الجولة السادسة لمحادثات جنيف انطلقت وديمستورا يؤكد أنها مختلفة عن الجولات السابقة مركزة على قضايا إنسانية وسياسية بعد فشل الجولات الخمس من محادثات جنيف لتسوية النزاع السوري انطلقت الجولة السادسة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف ويتولى المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الحكومي الذي يرأسه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة الطبيب نصر الحريري والحقوقي محمد صبرة الذي يتولى مهمة كبير المفاوضين ديمستورا وفريقه استهل المحادثات بلقاء وفد النظام برئاسة الجعفري ليلتقي بعد ذلك وفد المعارضة الذي كان رئيسها أعرب عن أمله في أن تطرح الأمم المتحدة هذه المرة خطة عملية أكثر تسهل عملية الانتقال والحل السياسي ما نريده هو وقف إطلاق النار شامل وليس تخفيف عنف هذا وقف إطلاق النار يكون شامل لكل المناطق السورية وكل الفصائل العسكرية التي اعترفت بنظام وقف إطلاق النار أو لتلك المستعدة للانخراط بنظام وقف إطلاق النار وبشرط أن تكون هذه الإجراءات هي مقدمة للحل السياسي ومرتبطة بالحل السياسي لا أن تنطلق إلى خطوط فصل طويلة الأمد أو أن تكون مقدمة سمح الله للتقسيم وإذ قلل الرئيس سوري بشار الأسد في السابق من أهمية هذه المحادثات واصفا إياها بلقاء إعلامي واليوم يشكل رحيل الأسد في المرحلة الانتقالية مطلبا يتمسك فيه وفد الهيئة العليا وهو أمر ترفضه دمشق بالمطلق وتعتبره غير قابل للنقاش أصلا الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مصير هذه الجولة إلا أن دمستورة أكد أنها ستكون مختلفة ولن تكون هناك مؤتمرات صحفية وستركز على قضايا سياسية وإنسانية مشددا على وجوب الالتزام بوثقة أستانا للتهدئة التي اتفقت بمجابها كل من تركيا وروسيا وإيران على إقامة مناطق تخفيف التوتر يتم بمجابها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا وفي ختام هذه النشرة شكرا لكم على حصن المتابعة زميل جلال عساف يلقاكم في الحديثة عشرة وثلث مشاهدنا الكرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر